شكرا لك شازلي الثمينة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جريناتش مجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير أقصى درجات الدعم لقطاع الزراعة والمزارعين ومواصلة تطوير منظومة الزراعات التعقدية لتشجيع التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزراء البترول والتموين والزراعة وعددنا من المسؤولين عقبه اجتماع منفصل مع رئيس مجلس الوزراء ووزيري التموين والزراعة حيث وجه الرئيس السيسي بسرعة الإعلان عن سرعة ضمان لتوريد الضرى وفول الصوية وعباد الشمس بهدف زيادة الانتاج من المحاصيل الاستراتيجية لسيما التي تدخل في صناعة الأعلاف بما يحد من الفاتورة الاستيرادية ويسهم في ضبط الأسعار وأوضح المتحدث باسم رئيسة الجمهورية أن الرئيس السيسي اطلع خلال الاجتماع على تطورات تنفيذ عدد من مشروعات الأمن الغذائية خاصة ما يتعلق بتنمية الثروة الحيوانية بكافة محاورها وكذلك على جهود تطوير السلالات المصرية للثروة الحيوانية وذلك لتعزيز انتاجها من اللحوم والألبان أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها سيطرت على قرية ريان كيفكا الوقاعة في منطقة خاركيف بشرق أوكرانيا وجاء في بيان لهيئة الأركان العامة الأوكرانية أن القرية تتعرض للقصف وتقع القرية على بعد 180 كم شمالي بخموت وهي مدينة في منطقة دونستيك الشرقية والتي شهدت قتالا عنيفا في الأسبوع الأخيرة قال الرئيس الفرنسي عفوا نائمانويل ماكران إن بلاده تريد أن تتعرض روسيا للهزيمة في أوكرانيا مشددا على أنها لا ترغب في أن يتم صحقها وأضافها ماكران خلال حوار صحفي أنه يجب العمل على الحق هزيمة صحقة بروسيا ومهاجمتها على أراضيها كما حث أعضاء حلف شمال الأطلنطي على تكثيف الدعم العسكري لأوكرانيا هذا وتعرض ماكران لانتقادات من بعض أعضاء الحلف بسبب رسائله المتضاربة حول سياساته إزاء الحرب بين أوكرانيا وروسيا قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن بلاده مستعدة لدعم أي دولة يكون لديها الاستعداد لإرسال طائرات إلى أوكرانيا في الوقت الراهن ودع سوناك الحلفاء إلى الحفاظ على دعمهم لأوكرانيا في الحرب ضد روسيا مؤكدا ضرورة أن يبحث الحلفاء الغربيون عن طريقة تضمن أن تدفع روسيا أموالا في أعادة أعمار أوكرانيا بمجرد انتهاء الحرب ارتفع عدد ضحايا الإعصار جابريالا في نيوزيلندا إلى 11 شخصا مع استمرار فقدان آلاف الأشخاص واكتحى الإعصار المناطق العليا من الجزيرة الشمالية في 12 فبراير الماضي قبل اكتياحه السحل الشرقي مسببا دمارا واسع النطاق وقالت الشرطة إن نحو 5600 شخص ما زالوا مفقودين في جميع أنحاء البلد ووصف رئيس هزراء نيوزيلندا الإعصار جابريال بأنه أكبر كارثة طبيعية شهدتها نيوزيلندا هذا القرن أكدت الأرجنتين اكتشاف حالتين جديدتين من الفوانزة الطيور في طيور برية بعد ثلاثة أيام من أعلان أول حالة إصابة بالمرض في منطقة أمريكا الجنوبية وأعلنت الأرجنتين وأروجوي وهما منتجان زراعيان قبل أيام حالة الطوارئ الصحية بسبب الحالات الأولى المسجلة الأربعة الماضي وقال مسؤولنا في كلا البلدين إنهم عززوا الضوابط على الحدود في الداخل لمواجهة المرض مشاهدينا انتهى مجزء الثامنة وعودة لاستكمال باقي فكرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل